بقالنا مدة ما شفناش دفتر الأحوال وطبعا أكيد الحر ده مخلي الناس تعمل حاجات غريبة معنا زميلنا الأستاذ يوسري البدري مساعد رئيس تحرير المصر اليوم أهلا بك يا فندي أهلا عمرو مساء الخير إيه حكاية دكتور رود الفرج إحنا عندنا وقعة هي بقالها فترة دي قدام محكمة الجنيات دلوقتي بتنظر فيها الجلسة الثانية ولكن التحقيقات اللي تم الإفراج عنها من وقع تدول المحكمة إحنا بنقول أن هذا الدكتور كان بيستغل بعض الضحايا بلغ عددهم عشر ضحايا منهم طفلتين كان بيقوم بعمليات إجهاض منهم وأثناء العملية دي كان بيطلب منهم ممارسة علاقة مقابل أنه يقوم بهذه العملية غير مشروعة بل أنه في بعض الحالات صور بعض الضحايا وبدأ يبتزهم أو أنه يخضعهم لرغبته أنه يعيد ممارسة هذه العلاقة مرة تاني معهم الأجهزة الأمنية كانت أضبت على الطبيب ده وهو أدل باعترافات أنه هو اللي تسببت في إشقاطه إحدى الممرضات كان أكبرها على توقيع على إصال أمانة 50 ألف جنيه وهي اللي بلغت عليه الأجهزة الأمنية تم فحص الأجهزة اللي كانت موجودة والتستيلات اللي كانت موجودة والواقعة كلها تمت في منطقة رود الفرج خلال الفترة من 2015 حتى عام 22 سنة خلال شغله في مكانين رود الفرج ومدينة نصر في القاهرة والتحقيقات قالت تحقيقات كثيرة جدا على إدانة هذا الطبيب هذه الأوراق كنت أحالها النائب العام لمحكمة الاستئناف محكمة الاستئناف حددت دائرة لمحكمة الجنيات بدأت محاكمة هذه الطبيب بتهمة الإجهاز وأيضا الإتجار بالبشر ده بيبقى يعني القانون بيدي له يعني عقوبة إيه لو تمت إدانته هو احنا بنتكلم على قانون العقوبات يعني في القصة دي وابحة جدا قد تكون الحكم السن المشدد بيبدأ من ثلاث سنين وممكن يوصل لخمستاشر ممكن يوصل لخمسة وعشرين سنة وفقا للقيد والوصف اللي عملته النيابة العامة في التحقيقات ويأحيل إلى مرحلة التحقيق الاتدائي اللي بتجريها مع كامة الجنيات اللي بتنظر هذه القضية كل استهام طبعا في أكثر من استهام أنا بقول لحضرتك عشرة عمر أنه في عشر ضحايا موجودين في هذه الوقعة كل ضحية قالت تفاصيل بل أنه في ضحيتين من الأطفال كان بيتعمد هذا الطبيب أنه هو يقوم بأعمال غير مشروعة منهم داخل حمام استباحة في أحد الأنبيل ده يعني مش عارف أقول عليه إيه لكن طبعا إحنا يعني أطباءنا بخير ولكن زي كل مهنة في الدنيا بيبقى فيها ناس فزدة وفيها ناس خارجة عن السياق الطبيعي لمهنتهم وطبعا هي يعني في مهنة الطب هي الأمانة أهم حاجة وهذا رجل خائل للأمانة ومجرم يعني بالفعل عمرو دي يعني على أساس برضو أنه هو دي وقعة تم التعامل معها في المباحش تم التعامل معها في النيابة والتحقيقات تم التحقيقات مستفيدة وتم أخذ حق أنه هو قال دفاعه ودفوعه قدام النيابة العامة وهيقول برضو هو ومحاميه دفاعه قدام محكمة الجنيات وعندها تخلو محكمة الجنيات لإصبار حفماها بالإدانة أو البراءة بحق هذا الطبيع